ياهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير صح وعافية هاي كاواي تيتي يا جماعة لعله يعني ايش تحمس فيه تصريح مؤخرا وجاب العيد نوعا ما واضح انه طفش وتعب من جلد الفانز له وبالذات لأفلام ثورة الأخيرة أو بالتحديد فيلم ثورة الأخيرة وقرر انه يخرج عن صمته ويكب العشا وما خلاها في خاطر هاي كاواي تيتي يا جماعة يقول انضميت لعالم مارفيل السينمائي فقط من أجل المال يب مش علشان يحب مارفيل ولا علشان يحب أي شي ثاني ولا علشان يحب الإخراج فقط من أجل المال كمان قال انه يعني ما عنده أي اهتمام كثير في شخصية ثور ولما جاتني فرصة يشتغل مع مارفيل قلت ليش لا فلوس خليننا ناكل لقمتين حلوة من وراهم بس لحظة يا جماعة يعني علشان نكون صريحين شوية اكيد الفلوس مطلب رئيسي عند كل إنسان في هذا العالم اكيد انه تاي كاواي تيتي راح يشتغل مع مارفيل علشان الفلوس أم ليش راح يشتغل يعني علشان يطور العالم يبي يخرج فيلم ياخد منه راح فلوس يضرب الباب بس إيش المشكلة في تصريح تاي كاواي تيتي انه ما يحتاج تقول الكلام هذا للناس ما يحتاج تقول للناس آلا أنا اشتغلت عشان الفلوس بس ما له لزمة فيه اشياء يعني ليتلك ساكت مثل ما قال المثل يعني كل فطير وطير يا ما له لزمة ذي التصريحات المشكلة وين؟ المشكلة انه الفانز الحين قلبوا عليه مش قلبوا عليه علشان ذات تصريح بس لا قلبين عليه لأنه واحد من أفلام ستار وورز القادمة راح يخرجها هو وأغلب مجتمع ستار وورز جالسين يقولوا هيا بالله واحد تصريحاته زي كذا كيف راح نثق فيه انه يخرج فيلم لسلسلة عظيمة زي سلسلة ستار وورز فما أعرف صراحة ويش كان يفكر فيه تاي كاواي تيتي وقت التصريح هذا بس تصريح زي كذا ترى ممكن يأثر عليه مستقبلا فعلا ويقول الممثل كيليان مورفي يا جماعة عن نهاية فيلم أوبنهايمر وعن نهايات جميع أفلام المخرج كريستفور نولن أول حاجة يقول إنه كريستفور نولن مخرج حريص جدا جدا على نهايات أعماله ودائما ما يلقى الطريقة المثالية لإنهاء قصصه بشكل جدا ممتاز وبالرغم من إنه أصعب حاجة ممكن تواجه الكاتب هي كيف يكتب نهاية القصة أو كيف يكتب نهاية ترضي تطلعات الجمهور مش بالضرورة تكون عظيمة دائما فيقول كيليان مورفي أول ما أعطوني السكريبت أو النص تبع أوبنهايمر وبدأت أقرأ وقلت واو وصلت للنص قلت او ماي جاد واو وصلت للنهاية قلت واو يا سلام مافيش نهاية أحلى من كذا وبالفعل يا جماعة كريستفور نولن من المخرجين والكتاب اللي حريصين دائما على كتابة أعمالهم بشكل جدا ممتاز من البداية إلى المنتصف وإلى النهاية كريستفور نولن إذا أخرج أخرج وإذا كتب كتب عدا في الامتنت يعني في شوية حوزة ولا وبوب إيقر يا جماعة الرئيس التنفيذي لشركة ديزني يقول إنه ديزني راح تصبح أكثر دقة في إنتاج أعماله ورح تركز على جودة المحتوى أو صناعة أعمالها أكثر من كمية أعمالها اللي جالسين يقولوا ديزني يا جماعة الخير إنه بدل ما ينزلوا على سبيل المثال عشرة أعمال في سنة واحدة رح يقللوا كمية الأعمال هذه ويركزوا في إخراج أعمال أقل بحيث يرفعوا الجودة ويقللوا الكمية فمعناته إنه عدد أعمال أقل في السنة يساوي جودة أعلى وهذا الشي مرة ممتاز ويليت كل شركات الإنتاج يسوونه بدل ما ترميلي عشرين ألف عمل في السنة وكلها مضروبة نزلي اثنين ثلاثة في السنة وتكون ممتازة يا السلام أنا كذا مرة راضي وهذا أفضل قرار صراحة ممكن عملونه ديزني ممكن تعملوا أي شركة إنتاج ما عادة نتفليكس نتفليكس موقعين عقد مع بليس موضوع مختلف ولو تفكروا فيها زمان الأعمال القديمة لديزني كان ينزل كل كم سنة في المين ثلاثة بس تكون على جودة عالية جدا والحلو في الموضوع أنه إلى يومنا هذا إحنا جلسين نتابع الأعمال القديمة هذيك لأنها مرة جودتها عالية قصص جميلة حوارات جميلة إخراج جميل تصوير جميل رسومات جميلة إن كان فيها رسومات أو تحريك شي جدا جميل فهذا أفضل شيء ممكن تسووني ديزني كيبيراب والموسم الثالث من مسلسل The Bear راح يتم البدء في تصويره في شهر فبراير من سنة 2024 بحيث ممكن نشوفه بعد منتصف أو في المنتصف الثاني من سنة 2024 أو على نهاية 2024 ولو ما تابعت مسلسل The Bear بالرغم من أن تكلمت عنه قبل كذا أكثر من مرة ولكن لو ما تابعته أحب أقول لك مرة مرة لازم تعطي المسلسل هذا فرصة عمل درامي خفيف لطيف بأداء وطاقم جدا جميل ولو بلخص لك قصة باختصار عندنا شيف يروح على مطعم يعني شبه منهار ويحاول يعيد بناء هذا المطعم ويخليه على أعلى وأعلى المعايير طبعا القصة لما أقولها لك كذا بدي الطريقة بتقول عيش الملل هذا يو اسمع مني جارب يعطيه فرصة مرة بسيطة كل حلقة مدتها 30 دقيقة نازل منه 19 حلقة بمعدل موسمين مكتملة يعني وغالبا غالبا إذا تابعت أول حلقة حلقتين راح تأخذ الهوك وتكمل المسلسل الكامل مرة رهيبة إذا أنت تحب الأعمال الدرامي والكاتب مايكل وولدرن يا جماع رسميا تم تعينه لكتابة أهم فيلمين في عالم مارفل السينمائي القادمة الأول فيلم أفينجرز The Kang Dynasty واللي راح ينزل في سنة 2026 والفيلم الثاني راح يكون Avengers Secret Wars واللي راح يكون فيه خلاصة كل شيء جالسة تبني له مارفل حاليا وراح نشوفه في سنة 2027 بإذن الله وليش الخبر هذا مرة رهيب وليش مرة أعجبني لأنه هذا الكاتب بالتحديد مرة مرة متمكن من كتابة القصص اللي لها علاقة في الخطوط الزمنية والعوالم الموازية سبق وشارك فيه كتابة فيلم دكتور سترينج In the Multiverse of Madness وبغض النظر عن السي جي آي وشوية الفوضى اللي صارت في الفيلم إنه القصة كانت متماسكة من ناحية العوالم الموازية وكتابة الخطوط الزمنية وكمان كتب مسلسل لوكي وكل أنا نعرف إنه مسلسل لوكي سميلا ما شاء الله ولا غلطة لا وكمان كتب حلقة من حلقات ريك أند مورتي وكلنا نعرف أنيميشن ريك أند مورتي مو فوضى عوالم الموازية فوضى أشياء كثيرة وكون أصلا توجه مارفل حاليا رايح للعوالم الموازية والتعمق في العوالم الموازية فطبيعي إنه يتم تعيين كاتب قادر إنه يكتب شي مناسب لهذا العمل المعقد ويعرف يسيطر على فوضى العوالم الموازية والخطوط الزمنية ويطلع لنا بفيلمين أخيرة لأفينجرز الفين وستة وعشرين وسبعة وعشرين بشكل جدا جدا مرضي مثل إنفينيتي وور وإند جيم لأنه نشوف ممكن إحنا نسامح الأفلام البايخة اللي جالسة تصير الحين بس الزبدة النهائية في أفلام أفينجرز اللي بنشوفها النهائية لازم نشوف شي مرتب نبغى شي بليفل إنفينيتي وور وإند جيم أقل من كده ما رح نرضى فيا جود لك يا مايكل وعلى طهري مارفل أعزائي المشاهدين ذكر الممثل كريس إيفنز وصرح تصريح جديد مؤخرا بالرغم من أني أكره الولد هذا كريت وصراحة بعد تصريحات والمعفنة تبعيش لما كان يشتم فينا يقول إنه ما سبق وأحد تكلم معاه عن عودته ككابتن مارفل إلى عالم مارفل السينمائي كابتن أمريكا سوري يقول دائما نسمع إشاعات في السوشال ميديا أوه كابتن أمريكا بيرجع أوه آيرون مان يمكن بيرجع بلاك ويدو كمان بترجع يقول الكلام هذا أنا ما أدري من وين الناس قاعدين يجيبوه بس ترى يا جماعة ما حصل إلا الآن ما في شيء شوفوا يا جماعة خلوكم من السبك هذا الخبيل ركزوا معاه فيلمين أفينجرز الأخير اللي بتنزل سنة 2026 و 27 التقريبية يعني التاريخة التقريبية لها غالبا راح تصير فيها بقعات مارة كثيرة غالبا راح نشوف آيرون مان نعم بس هل يكون توني ستارك ولا لا ما أدري بس غالبا بنشوف آيرون مان بنشوف كابتن أميريكا بنشوف شخصيات كثيرة من العوالم الموازية لأنه فكرة أنك تفك العوالم الموازية معناته أنك تقدر تستدعي أي شخصية تبغاها حتى لو شخصية ماتت حتى لو شخصية اندفنت حتى لو شخصية ما عاد لها وجود تقدر تجيب ثانوس من جديد تقدر تسوي أشياء كثيرة كونك بدأت الطرق للعوالم الموازية فكرة أنه نشوف كابتن أميريكا وآيرون مان وبلاك ويدو وأين كانت الشخصيات مازالت مطروحة وأشوفها واردة جداً في أفلام مارفل وبالذات أفلام أفينجرز اللي بنشوفها سنة 26 و 27 يقولك في لعبة سبايدر مان 2 اللي نزلت قبل فترة على البليستيشن كان مفروض إنه مايلز يتحول إلى سيمبيوت بس ما حصل نصيبوا كنسلوا الفكرة في آخر لحظة أحرام والله كانت فكرة كويسة ليش كنسلتوها توقع قال لك يا بوي كفاية بيتر باركر تحول سيمبيوت وام جاي تحولت مين كمان ما تبغى يتحول سيمبيوت لا قال لك خلي مايلز يسلم من الفوضى هذي ممكن يتحول سيمبيوت بعدين الله أعلم هي مرة كانت بتكون حلوة لو صارت بس عادي ما أثرت كثير كلنا نعرف يا جماعة سلسلة هانجوفور الشهيرة سلسلة فلسعة وكلها فوضى وكميديا وضحك لا نهاية الجزء الأول كان مرة بيرفكت الجزء الثاني كان كويس الجزء الثالث خخص سليكي ويلا مشي الحال المين ما لكم في الطويلة يا جماعة سألوا المثل برادلي كوبر وقالوه لو 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 يعني لو لو حصل وصار فيه جزء رابع من سلسلة هانجوفور هل راح تقول لهم تم ولا بتقول لهم يا جماعة خلاص حلبتهم السلسلة كفاية ورده كان متوقع وغير متوقع في نفس الوقت ما نعرف كيف أقول لكم ولكن قال لهم اي صدقوني لو يقولوا فيه جزء رابع لسلسلة هانجوفور بقول لهم تم توكلنا يلا خلونا نصور واضح ان السلسلة هذه مرة عزيزة على قلب وصراحة هي يعني لها دور كبير في صناعة نجومية برادلي كوبر وبرادلي كوبر بغض النظر ممثل جدا رهيب واحب بلو أدوار مرة كثيرة انتي ايش رايك لو صار فيه هانجوفور رابع تأيد الفكرة دي لو فاكرين يا جماعة قبل فترة نزل فيلم أوبنهايمر بجودات عالية وممكن معظمكم شافوا على الانترنت بجودات عالية او ممكن بعضكم طلب اونلاين ايا كان في نفس الوقت اللي نزل بنسخة عالية على الانترنت نزلت منه نسخ أقراص دي في دي بي بجودة عالية 4K بالتحديد او نسخ الفور كي منه الشركة الموزعة اللي وزعت أقراص الدي في دي و اقراص الفور كي هذه حول العالم تقول طبعنا كميات مارة كثيرة حلوة طبعنا صنعنا كميات مارة كبيرة من أقراص الفور كي لفيلم أوبنهايمر ونشرناها حول العالم وفي متاجر كثيرة وخلصت كذا خلصت بوم معاد في أوبنهايمر 4K في الأسواق ليش ليش من جدك تسأل 4K و أوبنهايمر مين يقول لأ والآن الموزع يقول أبشروا أبشروا بالخير صدقني الآن نصنع المزيد من النسخ ونوزعها في الأسواق لأنه ليش لا العالم يطلب المزيد من أوبنهايمر 4K اعطيهم المزيد من أوبنهايمر 4K ولي راح يتحول الموضوع إلى سوق سودا بعدين زاك سنايدر يا جماعة يقولوا أنه مدمن على لعبة فورتنايت ياب زاك سنايدر مش بس أنت بل إنه يقول زوجتي دايما تصيدني الساعة ثلاثة في الليل وأنا ألعب معرك فورتنايت وجالس ينزل تلتد يجلد في الرايح والجاي وسكنه المفضل يقول اللي يحب يلعب فيه هو هذا السكن نسيت اسم الشخصية ولا في أمي حيلا أبحث بس هذا السكن فإذا يوم من الأيام نزلت تلتد وشفت هذا السكن قاعد يمحط في الرايح والجايفة غالبا أو ممكن قد يكون هذا زاك سنايدر متنكس ساعة ثلاثة في الليل صالة بيتهم وجالسة محط فيك وفيلم أليتا باتل أنجل اللي نزل سنة 2019 ونهايته كانت مفتوحة وواضحة إنها لها تكملة وتقول إنه فيه جزء ثاني إلى يومك هذا ما شفنا جزء ثاني ولا حتى مسلزل ولا أي شيء مع إنه الفيلم كان مرة ممتع وجميل وشيق وأفتكر إنه تابعته وقتها أول ما نزل وكنت مرة متحمسه لما شفت له تريلر ولكن ما أعرف إلى الآن ليش ما صووا جزء ثاني منه 19, 20, 21, 22, 22, 25 سنوات كمون إنه فكرة صناعة جزء ثاني مكمل لأحداث الجزء الأول ما زالت مطروحة وما زال الكلام فيها جاري بعد ممكن ممكن نسمع تصريح قريب إنه تم البدء أو تمت الموافقة على تصوير جزء ثاني من أليتا وممكن نساحب عليه ما نعارف صراحة بس من وجهة نظري جزء ثاني مرة ما هو غلط بعدين هوليوود يا أخي سيقين أمها أفلام رخيصة وزبالة من 1990 وما زالت تنزل لها جزاء إلى الآن وصلت 10 جزاء و 11 جزء و 12 جزء ليش؟ طب الأفلام الكويسة القصص الجميلة ليه ما تدعموها وتكملوها جزئين؟ ما نبغى جزء ثاني بس من أليتا وبيصير بيرفيك تتوقع إذا مرة ثلاثة أجزاء وبيجيب لكم فلوس الفيلم له جمهور إلهي هب لكم عقل والله يا هوليوود وفيلم غلادييتور يا جماعة برضه كان من الأفلام اللي توقف تصويرها بسبب إضراب الممتلين والكتاب ولكن أحب أقول لكم أنه تم استكمال أو راح يتم استكمال التصوير خلال الأيام القادمة وممكن وقت نزول هذا الفيديو يكون بدأوا في استكمال تصوير الجزء الثاني من سلسلة أفلام غلادييتور الجزء الثاني سلسلة أفلام هم جزئين الأول نزل زمان جدتي والثاني بينزل إن شاء الله في بالتحديد في سنة 2024 وفي شهر نوفمبر كمان الجزء الأول من سلسلة أفلام The Hunger Game الجديدة وبعد أول أو بعد عفوا ثاني أسبوع له في صلاة السينما وبميزانية وصلت إلى 100 مليون دولار قدر إنه يجمع في أسبوعين أكثر من 170 مليون دولار واللي يعتبر رقم جدا جدا خرافي في ظل الظروف الخايسة الحالية اللي قاعد تصير في هوليوود والحلو في الموضوع يا جماعة أن تقييمات الفيلم إلى الآن ما زالت إيجابية والكثير من النقاد والمراجعين أشادوا بأن الفيلم يعتبر بداية جدا ممتازة لسلسلة جديدة فلو أنت تبحث عن خيار جديد والشيء تتابعه في السينما The Hunger Game الجزء الجديد من السلسلة بيكون خيار مارة كويس ومشاهدة ممتعة مسبقا وفيلم نابليون يا جماعة وبعد أول أسبوع له في صالات السينما وبميزانية وصلت إلى 130 مليون يدر أن يجمع بس 80 مليون دولار وصدقوني يا جماعة أنا للحين ما حصلت لفرصة وجد والدي لا يعني معطوب وتعرفوني ما أحب أم السينما ولكن بشوفه يوما ما بس كثير من الناس اللي تابعوا الفيلم وبالفعل أثق في أراءهم مدحوا الفيلم وقالوا أن الفيلم كويس أبدا ما هو بالسوء اللي وصفه النقاد والمراجعين بسبب الأمور السياسية والتاريخية بتروح تشوف فيلم ويحكم عليه على أنه فيلم مش سياسي مش تاريخي مش حاجة مقتبسة من قصة حقيقية روح تابع الفيلم شوف أداء شوف قصة شوف سينما تقرافي وضرب الباق إذا رحت بهذه الطريقة وبهذه العقلية ممكن يعجبك الفيلم عموما القرار قرارك إذا بتحب الفيلم موجود في السينما وفيلم ذا مارفل زي جماعة وبعد ثلاثة أسابيع من عرضه في صلاة السينما وبميزانية وصلت إلى 220 مليون دولار يدر أنه يجمع بس 190 مليون دولار ليش تقولها كذا وإنت زعلاني يوجيه لأنه ثلاثة أسابيع وكل ما يمر أسبوع وكل ما تقل الإرادات و190 مليون باقي كم على 220 مليون مرة صعب أنه يوصل لهذا الرقم أصلا علشان يغطي تكاليف ولازم يوصل إلى 250 مليون تقريبا فيلم ذا مارفلز يعتبر فشل في شباك التذاكر إلا لو حصلت معجزة ما وفجأة إراداته ضربت كذا وفيلم مدام ويب نسائي كبير وشخصيات جديدة لعالم مارفل وسوني التريلر ممكن يعطيك انطباع أولي كويس مش كويس الأمر راجع لكويس ويعتمد على وجهة نظرك ولكن المقلق يا جماع أنه انتشر خبر في السوشال ميديا قبل فترة خلى الناس تنفس شوية ومن ضمنهم أنا وهو أنه كتاب فيلم مدام ويب هم نفسهم كتاب فيلم موربيوس وكلنا عارفين قدي إيش فيلم موربيوس كان كارثة ووصمة عار في تاريخ الأبطال الخارقين ولكن أنا هنا علشان أطمئنكم شوية شوية طمأنين كتاب فيلم مدام ويب عددهم خمسة أشخاص ثلاثة منهم ما سبقوا اشتغلوا مع مارفل وديزني وديسي أصلا يعني أول تجربة لهم في عالم الأبطال الخارقين تقريبا بتكون في هذا الفيلم واثنين منهم بالفعل كانوا مشاركين في فيلم موربيوس يعني عندنا خمسة كتاب اثنين منهم شاركوا في فيلم موربيوس وثلاثة منهم جديدين علشان كذا قلقنا ممكن يقل عدد كتاب أكبر ممكن يكون في حرص ونتيجة أفضل كقصة الله أعلم يعني أنا جالسة حاولة طبطب وليس الموضوع بس واضح أن الفيلم بيكون كارثي على الوضع الفوضوي ذلك لكن كالعادة خلونا نتفائل إحنا يشورانا نتفائل ما عندي ما في أي أحد في هذا العالم عنده مشكلة أنه يتابع فيلم حلو بالعكس يارب يكون الفيلم حلو ويقول زاك سنايدر والله حركات اليوم عندنا خبرين عن زاك سنايدر يقول زاك سنايدر أنه مرز أعلان على وضع أمبر هيرت وكيف الناس في السوشال ميديا إلى يومنا هذا ما زالوا ينتقدونها ويشتمونها ويقولوا أدبهم عليها رايحين جايين فيما معناه يعني يقول موش معقولة خلاص البنت غلطت غلطة وأخذت جزاها ونتقفل الموضوع ليش إلى الآن العالم جالس يقسو عليها الله يا أنا ما أدري صراحة أنا الموضوع ذا أمبر هيرت قفلته من زمان ورميته لكن الموضوع نحط مرة من جديد قاعدين فتحه كل ما نقعد ننساه يرجع ينفتحه وزاك سنايدر اليوم خشلنا فورتنايت وأمبر هيرت عموما زاك سنايدر يقول أنا مرة متعاطف معاه وأتمنى لها التوفيق لو كمان لو جات فرصة أني أشتغل معها راح أشتغل معها من دون أي مشاكل لأنه اللي راح راح والماضي غلط إننا نجلس نعاقب الناس عليه حبيب يا أخي حبيب زاك سنايدر يا أخي أحبي لذا الإنسان الله يجيبك لنا إن شاء الله في عالم مارفل ونزبط المظبيط مع بعض وختاما يا جماعة يفترض في أي لحظة من وقت تصويري لهذا الفيديو أنا قاعد أصوره مش أمنتجه ولا رفعته على يوتيوب لا وأنا قاعد أهرج الآن في ذي اللحظة بدأت محاكمة الممثل جوناثن ميجرز اللي راح يكون البطل الشرير في سلسلة أفلام مارفل الجديدة كانك ولو منتوا فاكرين جوناثن ميجرز ضرب صديقته وحاليا هو متهم بتهمة الاعتداء المنزلي ومثل ما انتم فاكرين برضو مثل ما تكلمنا في الفيديوهات السابق القضية هذه أثرت مرة كثير على هذا الممثل شركات كثيرة سحبوا عقودهم منه وشركات كثيرة كانوا حاطين الضوء عليه ورجعوا بطلوا عموما يا جماعة القضية هذه لو فاز فيها كل شي راح يرجع زي ما كان لأنه بيطلع في النهاية براءة ولكن لو خسر فيها قد ينسجن إلى ما لا يقل عن سنة واحدة يعني على حسب مزاج القاضي وعلى حسب الأدلة وهيئة المحلفين أنا ما عرفوا ش راح يكون مصيره في عالم مارفل بس إذا انسجن وقالوا أنه خلاص بيتم استبداله سريع سريع نايا الموضوع سمعين شركات الانتاج لحيتي ولا الف لحي دقيقة يا جماعة قبل ما نقفل تدرون أنه منغا وان بيس وصلت إلى ألف ومئة فصل ألف ومئة فصل لهذه القصة العظيمة والأسطورية رقم جدا جدا ضخم ناس يشوفون أنه تمطيت ناس يشوفون أنه حلب ناس يشوفون أنه كلام إضافي ما له لزمة وناس كثيرين يشوفون أنه بالعكس امتداد لسلسلة جدا رائعة بدأت بشكل جدا أسطوري واستمرت بشكل جدا أسطوري وقدمت الكثير من القصص الجميلة والدراما المؤثرة والأكشن المميز الله أعطيكم العافي جماعة كم معكم الوجي شوفكم في الفيديو القادم